قالناها لوزير الأشغال العام غازي العريدي الذي أكد أن الدولة لن تفرط في أرواح مواطنها أجرعنا اتصالات بالسلطات السورية عبر اللواء عباس إبراهيم وطلبنا تأكيدات رسمية الرسالة الأولى جاءت أن المسارات ومحيطة مضمونة بالكامل هذا الأمر لم نتأكد منه بصراحة أعدنا الاتصال وقلنا قد تكون هناك احتمالات أخرى وقد شاهد طيارون مجددا بعض العناصر المضيئة كناية عن صواريخ بعيدة عن الطائرات بطبيعة الحال لكن نحن يجب أن نكون حذرين نتحدث عن معلومات موثقة ومثبتة القلق قائم سواء في معارك أو غير معارك أكيد هذا أمر أخطر بكثير خصوصا مع الفوضى القائمة في سوريا ولكن أعود وأقول حتى هذه اللحظة بعد مشاهدة الصواريخ في الفترة السابقة أو هذه الأجسام المضيئة وتعديل المسارات لم تسجل أي حادثة من هذا النوع مثل هذا القرار في مثل هذه الظروف لا يتخذ من قبل إدارة شركة طيران الشرق الأوسط أو نقاب الطيرين أو وزير أشغال هذا قرار سياسي كانت توجه العام في مجلس الوزراء أن تستمر الرحلات كالعادي وإذا لا سمح الله شعرنا في لحظة ما أنه ثمت خطرا ما فورا نبادر إلى الاتصال الرئيس الجمهوري رئيس حكومة ونتخذ القرار الملازم ترجمة نانسي قنقر